مرحبا جميعا أتمنى أن تكونوا بخير قبل كل شيء أحب أحكي لكم نقطة مهمة كثير أنه لازم أذكركم بشو المهم والمطلوب منا في فرنسي واحد تخلص فرنسي واحد أن نأتي نمتحن في فرنسي واحد شو المطلوب منا نكون عارفينه في فرنسي واحد أو من مادة فرنسي واحد طيب الآن ركزوا معي شوي أحكي لكم باختصار الشغلات المطلوبة منه أول شيء مطلوب منا أنه نعرف عن أنفسنا تمام التعريف يعني كل واحد يعرف عن نفسه وعن غيره تمام طيب الثاني نقطة مهمة جدا إعطاء اللي هي معلومات يعني كيف تعطي معلومات عن نفسك شو يعني أنه رقم تليفوني رقم كذا عن الشارع العنوان بتاعي تمام طيب ثالث شيء أنه أنت تفهم الأرقام تفهم الأرقام أنا بكتب لكم يهم بالبلد يعني هنا عشان أطمنكم ممكن يكون مثلا تعريف شغلة موجودة في أول مثلا منطقة التعريف هي يكون عندك شغلة موجودة في أول محاضرة وفي أخر محاضرة إعطاء المعلومات ممكن تكون من المحاضرة الرابعة والخامسة والـ 11 والـ 12 والـ 13 هلأ أنت مطلوب منك المحاضرات كلية تفهمهم وتحضرهم عشان تجمع المعلومات التعي تمام تفهم الأرقام طيب الآن مطلوب منك كمان تحكي الساعة الساعة تحكي الساعة تمام مطلوب منك كمان أنه أنت تحكي عن الأماكن تحكي عن الأماكن كيف يعني تحكي عن الأماكن أن تسكن مثلا باستخدام فعل يسكن تمام يعمل فيه يسكن فيه يعمل فيه الأمور تمام يذهب إلى وهكذا يعني أنت بإمكانك هذه من الشغلات المطلوبة منك الأماكن كيف تعبر يعني أنت بدأك تحكي فرنسا إيش علاقة فرنسا فيك أذهب إلى فرنسا حاب أروح على فرنسا كذا تمام طيب وإيش كمان تحكي عن الشغلات اللي بتحبها كمان الشغلات الهويات الهويات والأمور هاي تمام والأمور هاي باستخدام فعل A-mail وD-S-T وبخيفي غير والأمور هاي تمام طيب الآن آخر شغلة وأهم شغلة مطلوبة منكم أنه أنت تسأل أسئلة كيف تسأل سؤال تمام طيب بجماعة الخير إحنا الأرقام أخذناهم تمام والتعريف شبعنا تعريف وإعطاء معلومات برضو شبعنا والساعة اللي سمأخذناها الآن بالنسبة للأفعال هذه برضو أخذناها كتير للهويات برضو أخذناها كيف تسأل سؤال طبعا إحنا بنا أخذ فيها الآن إيش المطلوب مننا نرجع أو كيف إحنا بنا نعرف نشتغل صراحة اللي بيحضر المحاضرات من البداية يعمل جداول زي هيك يعني من كل محاضرة إيش في عندي أفعال إيش عندي مصطلحات وإيش في عندي أسئلة وإيش في عندي جمال مهمة كانت في المحاضرة هيك يعني يشتغل يعني يقسم المحاضر الأربع أقسام لما نقول محاضرة نقسم الأربع أقسام لأفعال على سبيل المثال أفعال ومصطلحات وجمال تمام وأسئلة وبالإضافة إذا كان في عندي طبعا مرة معطيكوا تصريف فعل مختلف مرة معطيكوا قاعدة جديدة زي مثلا اللي هو الاختيك الديفيني أو الاختيك الانديفيني بتحب تحتهم يعني ممكن نقسم ورح نأخذ إن شاء الله في المحاضرات القادمة محاضرة واحدة كيف إنه نحن نشتغل بالتقسيمة الصحة تمام طيب هذه الشغلات اللي كانت مهمة أو اللي هي مهمة معنا في مادة فرنسي واحد نيجي الآن إحنا نكمل اللي هو الوحدة الثانية في عندي حوار بين السيكريتير ركزوا معي بالنسبة لكلمة سيكريتير شايفين هيني بدأ أكتبها هنا عشان تعرفوا هاي كلمة سيكريتير أوكي هيا سيكريتير عفوا سيكريتير اللحب عندي هي أساسا هي بالأساس بتبلش بالأو فبالتالي إحنا بإمكاننا نحكي لو سيكريتير أو لا سيكريتير بتغيرش المؤاندة اللي بتغير فقط بتغيرش إشي على الكلمة لكن اللي بتغير فقط اللي هو الارتيك الديفيني تمام أو بإمكاننا نحكي ان سيكريتير وين سيكريتير بإمكاننا نحكي ان سيكريتير ولا ان سيكريتير نفس الحاجة تمام انه هو مذكر مؤنث تمام دايب الان في عندي حوار بين السكرتير وبنت ومعتيغي تمام الشخصين هذول هالسكرتير شو بتحكي بونجور انا مش عارف استنى يعني هيك مالاش معنا فاش بحكي جو مابل ميسخال ميسخال فهي طبعا بين غسين الشرش دون لوردينتور يعني ال هي شرش معناها يبحث دون لوردينتور في الكمبيوتر تمام ok وزت تيريمسخال وي جس ي ستدون ان اسطور نعم انا طالب في التاريخ ان اسطور يعني في مادة او في تخصص的 تاريخ اسطور تمام اسطور معناها قصة اسطور معناها تاريخ榮 اسطور معناها مادة التاريخ او تخصص التاريخ τåt فالسكرتير بتحكي اوه ويه u zb tujuro his شيروا كلمة توجوغ ووزابيتي هل تسكن في مدينة إيكس أو مقاطعة إيكس كلمة توجوغ هي عبارة عن أدفرب يعني يستل يعني يستل يعني زلت يعني توجوغ معناها كل يوم على سبيل المثال بإمكاني أحكي كل يوم بأكل فواكه أو بإمكاني أحكي توجوغ في غازا يعني I still live in غازا فإلا معناين Oui, Toujour فهي بتحكي معناها very معناها good Au revoir messieurs إلى اللقاء يا سيدي إلى اللقاء يا سيدتي يعني نهارك سعيد تمام؟ الواجب الأول أذكركم لسا ما اكتمنى سأضعكم على سؤالين أو ثلاثة تمام؟ ليكونوا كبير شوي عندي ديالوج تاني بين تيري و لوك ويدخل على الخط عندي ايميلي تمام؟ طيب تيري ايش بحكي لوك ايميلي يعني لوك واميلي بندى عليهم فلوك ايش بحكي تيري سالي معناها مرحبا تيري تجوغ الافاك تجوغ كمان مرة جدتنا يستل يعني انت الافاك شايفين مكان عندي نحكي عن الأماكن كيف أنا أحكي عن الأماكن جسوي الافاك أنا في الكلية أنت في الكلية بحكي نعم وأنت كيف تفعل ماذا تفعل؟ ولكن حكينا الاتكرار تمام؟ كيف تفعل؟ ماذا تفعل؟ بذكركم كمان مرة في عندي سؤالين كيف تفعل؟ وعندي سؤال آخر اسمه كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ يعني What's your job؟ What do you do in your life؟ يعني ايش وضيتك؟ أما كيف تفعل؟ ماذا تفعل الآن؟ الآن ايش بحكي جو في؟ انستاج اذك ايميلي أنا بعمل استاج جو في معناها فعل فاغ معناها دو ماذا تفعل؟ ايش بحكي يعني استاج معناها انترنشب اللي هو زي احنا بنحكي المزاولة تدريب الأمور هاي كلياتا فبس بنحكي اذك مع اذك معناها مع حرف جر جديد ما بعرف اخذته قبل هيك اذك مع ويصان بدون ويصان معناها بدون ا و م ولكن او معناها او تمام طيب اذك ايميلي فاتر ايش بحكي مسيو سيل فو بلاي ان كافي بحكيش مع لوك بحكي مع مين مع الجرسون تمام؟ شو واضح نحن في جرسون لكن هو مع الجرسون بعد شوية بحكي على لوك بحكي لو لوك بحكي لو ايش ان انفورماتيك نعم في مجال الانفورماتيك فاتر ايش بحكي سي بيان يعني هذا جيد ايميلي بتحكي سي انتريسون كتير مهم حلو ممتع قريبة ايميلي مهم ايميلي بتحكيكون تidać ايميلي نعم انها يابانية ليس الا جابانية حكينا جابونيس بدون ألات تعريب أو أدات تنكير معناها يعني تدرس في عندي فعل étudier لأنه بناخده اللي جاي كلمة منه étudiant وطبعاً الفرنسية تدرس الفرنسي وهي رائعة لاحظوا معي يا جماعة الخير في عندي فعل جديد اسمه étudier معناها يدرس فأنا بحكي عن نفسي بحكي عن نفسي جاي تدرس أنا أدرس تتتتتتتطبعاً أنت تدرس إيل طبعاً نفس تصريف الأفعال الثانية يا جماعة ما بيختلف إيل اتتتتاته أو أل اتتتتت نوز اتديون vous اتديا او او الزتدي تمام فش اس عندي هنا واضح جماعة هنا صرفنا فعل اتديا طبعا مثل ما اخذنا سابقا هذا الافعال نحن عارفينها كيف نصرف طيب السؤال الأول بحكي لك دوني البون غيبونس فيما يتعلق بالديالوج الأول تيغي ألوبيتال تيغي هل هو في المستشفى ولا الانيفرسيتي هاي بجيك تشوف ون الصح تيغي إلي إيتديون هل هو طالب ولا إلي بخوفيسور ون الصح الآن نيجي نتعرف عن تيغي النون اسم العائلة النون اسمه الشخصي بخوفيسيون المهنة الفيل المدينة طيب بنكرر بعيد لسه في نفس الكلام نيجي للديالوج به إلي تدعي الفرنسي مين اللي بتدرس الفرنسي تيغي ولا كيوكو ولا لكو وإيملي طيب إلي نو سنبا الانيفرسيتي هم ليسوا في الجامعة مين تيغي ولا كيوكو ولا لكو وإيملي طيب إلي تدعي الإسطور هو يدرس التاريخ مين في هدول التالاتة طيب الان طبعا هيك منكون خلصنا الوحدة التانية لكن في عندي هنا تذكير بسيط بحكي لك انه انت لما بدك تسأل سؤال بتصعد النغمة لما بدك تحكي جملة عادية بتهبط النغمة تنزلها على سبيل المثال باج بحكي طيب لو انا بدأ احكي لاحظوا عندي النغمة ماشي عدل مش صعدة لفوق تمام طيب اوكي الآن بالنسبة لهذا طبعا هذا المهم في الموضوع هاد بس احنا ما بنحكي كثير في الموضوع هاد نجي هنا طبعا بحكي لك استمع وكرر كيف اسمك شو اسمك بحكي كس كو فت دون لفي ايش بتعمل في الحياة طبعا لاحظوا انه في عندي ايش في نغة مصاعدة تمام وبرضو هنا عندي نغة مصاعدة عفوا تمام عندي هنا نغة مصاعدة طبعا آسف لا لا آسف في نقطة انا نسيت احكي لكم اياها الآن بالنسبة للجمل العديل لما نحول السؤال بتصعد النغمة لفوق وبرضو صعدت نغة مصاعدة لتحت لانه في عندي اداة سؤال المهم اداة السؤال احنا نترك من الجمل اللي فيه اداة سؤال هي معروفة لكن الجمل اللي ما فيها اداة سؤال لازم الجمل تصعد لفوق في النغة مصاعدة كيف تصعد لفوق في النغة مصاعدة؟ يعني بضغط بعمل استرس كما نعمل شدة على كلمة مثلا الله الكلمات التي عليها شدة فهذه طبعا ايه يا جماعة نحن بتصير عنا في نهاية الكلام لما بنكون بنسأل سؤال هذا محمد فصار عندي كلمة شدة على كلمة محمد فحنا صعدنا ضغطنا على الصوت في النهاية عمل استرس حسنا الطبعا ان سألنا اصدكم الاسئلة تتطبيقين هذا ليس اكثر فانا سألنا اسئله نفسكم الاسئلة التالية كيف تقولك تحسس سوى نفسكم او فرونسيس وتقولك تحسد نفسكم او نفسك كيف تعلق في الحياة تحسسس واين تتسكنون تحسسس هتحسس الموضوع حان اللي هم بسميم حروف تمام حروف الجار جماعة الخير حروف الجار في عندي ا بمعنى في وعندي دون بمعنى في ا طبعا هي بالشكل التالي هي بصراحة هي طيب ا ودون هذول اتنين بمعنى في ولكن ا لمن انا بحكي في ولكن مكان مفتوح هذي ايش مكان مفتوح دون في مكان مغرق على سبيل مثال جسوي هنا في عندي مثال على هيك شغل جسوي الجامعة مكان مفتوح على مغرق مفتوح جسوي الونيفرسيتي انا في الجامعة لكن انا هنا بحكي جسوي دون لسال طيب هلا في بعض الاماكن هو بعتبرها مغلقة بالفرنسي زي جاردان جاردان بحكي عنها طبعا جاردان ممكن تكون كبيرة ممكن تكون جاردان دو ميزون اللي هو طبعا صغيرة تمام فطبعا نحكي جسوي دون لو جاردان انا في الحديقة المقصود فيها الحديقة طبعا بتاعت المنزل الصغيرة فبالتالي بعتبرها مكان مغلق او خاص طيب الشارع هو بعتبر انه يعني دون لاغيو احنا نحن نحكي عن الاماكن الشارع الشارع طلع لي الشارع الآن المدينة خليكم مع شوي هنا عشان اذكر لكم اعطيكم مياه بطريقة مفصلة اكتر من هيك تمام اعطيكم مياه طريقة مفصلة اكتر من هيك نحطها هنا ا ا ا هنا بنستخدمها لحتى نحكي مثلا مدينة في مدينة مكان مفتوح بنحكي عن الاماكن الاماكن البنيات احنا بنحكي عن الاماكن البنايات يعني مش اي مكان المكان مفتوح زي جامعة تمام اوكي زي الاستاد مثلا الملعب وكذا طيب او ممكن نحكي عن مدينة كمان تمام او ولاية طيب طيب بالنسبة لدن، نستخدم مكان مغلق، مكان مفتوح أيضًا بإمكاننا نحكي الدراجة الهوائية وأنت تسوقها، فإنما تحكي أنت؟ بالنسبة للمكان مغلق، على سبيل المثال، نستخدم الشارع والحي، نضبط لكم مغلق، مكان مغلق، مكان مغلق، مكان مغلق، الشارع، الحي، تمام، الشقة، مكان مغلق، وكذا، طبعاً هذا كل ياته إيه جماعة الخير، هذا بالنسبة للكلمات نستخدم معها، دول اتنين بمعنى فيه، أما بالنسبة للدول، في الدول لها استخدامين أو لها ثلاث شغلات، اللي هي أو، ما بعرف حكيناهم سابقاً ولا، ولكن راح نخدهم إن شاء الله كمان مرة، أو، و أو، هادول إيش؟ للدول، هادول فيه اللي بمعنى بتاعة الدول، ما عليش يعني أكثر من فيه عندهم، أو هاي للدول المذكر، أو الدول المؤنث، وأولى الدول الجماعة، تمام؟ طبعاً، هاي نحط عليهم أحمر، وطبعاً نحطهم كابتل عشان نرجع لهم بعد هيك، ونحط عليهم العلامة هاي لها حتى نرجع لهم، نتذكر نرجع لهم بعد هيك، تمام؟ طيب، الآن هذا طبعاً كان الموضوع بتاعنا، اليوم هيك خلصنا اللي هو طبعاً الوحدة التانية، هنا عندي كلمة بيلون، ملاش علاقة بالوحدة التانية، هذه أسئلة عن كل ما سبق، طبعاً إحنا في عنا الأسئلة هذه اللي موجودة في البيلون، هاي الأسئلة من المهم مناقشتها في محاضرة الزوم، واني أسأل الطلاب أو نحلها مع بعض في محاضرة الزوم، لأنه لو بدأ حلها هنا أو أترككم تحلوها، مش منطق الصحة أنه نحلها مع بعض زوم، رح نحدد زوم إن شاء الله قريباً، لو كان يوم الجمعة أو يوم السبت، رح يكون كثير مناسب نعمل محاضرة زوم، تمام؟ طيب، الآن هنا بدأ حط إنها هنا كمان نكتب أنه عندي موضوع البيلون، تمام؟ لزوم، تمام؟ البيلون رح نحطها في الزوم، تمام؟ هذا نحلها في الزوم، طيب، الآن شو لمطلوب منك؟ أنا عشان أخلص معك واجب الرقم 2، مطلوب واجب رقم 2 أنه أنت تأخذ سؤالين من هذول وتضيفهم، سؤالين أنت تختار سؤالين براحتك، تمام؟ أنت تختار سؤالين من هذول وتضيفهم، الآن كيف يعني؟ الآن بإمكانك تأخذ السؤال رقم 1، تمام؟ وإيش تساوي؟ تضيفه مع السؤالين اللي فاته، بصير عندك ثلاث أسئلة ومطلوب منك كمان سؤال رابع، المهم الواجب رح يكون أربع أسئلة، بإمكانك تضيف كمان سؤال يصير خمسة، لكن أنا أريد منك طلب بسيط، أخذنا السؤال الأول والثاني من الصفحة السابقة، والتي كانت 22 أو 23 مزداكر، ولكن السؤالين اللي أنت ستأخذهم من البيلون تحلهم، ستغير فيهم إما الأفعال أو الضمائر أو المفعول بها، على سبيل المثال، لو حضرتك، اخترت السؤال رقم 3، بولا، غير لي اسمها، أضعها مذكر مثلا، غير كلمة إيتاليان، أضع جنسية ثانية، غير غوم، أضع مدينة ثانية، يعني أنت تعمل شيء في إبداع منك لحالك، غير لحالك، يعني على سبيل المثال، بولا إيتاليان هي أنفوغماتيسي، طبعاً تشتغل مع أنفوغماتيسيان، مع ناس رقميين، لا أخليها مع ميتسان، وغير لي بولا، أضع أميلي أو أي شيء، لو أجيت أنت على سبيل المثال، اخترت السؤال 4، بحكي لك إختي، يعني جد السؤال، لأننا سنحل في الزوم، فبالتالي ليس منطق أنك تأخذ نفس السؤال ونفس الحال، لا، فأنت بإمكانك بعد ما نحل في الزوم، ما تساوي؟ تأتي للسؤال نفسه هذا، وما تساوي؟ تغير الأفعال، تغير الهوايات الموجودة، تغير الضمائر، يعني تعمل شغل جديد منك لحالك، هنا كويوكو تروح تغير لي كلمة كويوكو، وتشيل لي كلمة توكيو، وتضع لي مدينة ثانية، هيك بيكون الشغل كثير محترم، تمام؟ طيب، نكتفي إلى هذا القدر، وإن شاء الله طبعاً المحاضرة الجارة ستكون الوحدة الثالثة، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر